مرسلنا العزيز والزميل محمد توفيق اللي هنتابع معا أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع المحلية والعالمية وكمان حيكون معا لقاء مع الأستاذ أيمن جلبرتو وهو مسؤول النشر بموقع يلا كورة صباح الفل عليكم وكل سنة وانتو طيبين ورمضان كريم صباح الخير يا كريم صباح الخير يا نهواند يعني بحياتي دي كل كل مشاهدي عشر الصبح في الأهلي كل سنة ونطيبين وربنا يا رب يهلوا علينا بالخير واليوم والبركات على الأمة المصرية والعربية والعالم أجمع بإذن الله زي ما ذكرت احنا موجودين في موقع يلا كورة عشان يعني زي ما نقول ناخدكم في جولة الأهم وآخر الأخبار في مصر والعالم ممكن النهاردة جولتنا غنية جدا بالأخبار العالمية يعني آخر جولة زي ما نقول قبل رمضان فإن شاء الله يعني الجزء العالمي فيها كبير جدا أول أخبارنا خبر مصري من بوابة أخبار اليوم مصر تصديف التصفيات الإفريقية للجنباز الفني المؤهلة لأولمبيات توكيو يمكن كان مفروض المقرر أن التصفيات هتتعمل في دولة جنوب أفريقيا لكن أكثر من دولة اعتردت على إقامة البطولة في جنوب أفريقيا نظرت طبعا لانتشار فيروس كورونا والسلالة الجديدة في جنوب أفريقيا فالاتحاد الأفريقي قرر إقامة التصفيات في مصر إن شاء الله ودي هتبقى تصفات المؤهلة لأولمبياد توكيو اللي هتجري في الصيف المقبل إن شاء الله في توكيو الخبر التاني معنا من جريدة الشروق صلاح فوزنا أخيرا في أنفلد وهدفنا المشاركة بدور الأبطال في الموسم القادم طبعا محمد صلاح دي كانت تصرحاته بعد الفوز في المباراة الأخيرة أمام أستون فيلا 2-1 كان ليه تصرحاته وقال فيها أن بقنا فترة على أنفلد ما فيهش تحقيق مكاسب لكن الحمد لله أخيرا قسرنا العودة دي وأنا مكسب على الملعب بتاعنا من عمره الدوري هو الدخول للمربع الزعبي ودي المراكز المؤهلة لدور أبطال أوروبا في الموسم المقبل خبر معنا بعد كده من جريدة الشرق الأوسط ريال مدريد يضرب 3-0 بحجر واحد في انتصاره بالكلاسيكو أكد تفوقه على الغريم برشلونة وعاد لسباق القمة الأسبانية وأرسل تهديدا للليفربول قبل مواجهة الأربعة ده طبعا زي ما كنتم بتتكلمه مبارح كناية عن الفوز الأخير لليال مدريد على برشلونة في سباق القمة في الدوري الأسباني آخر أخبرنا النهاردة يمكن تقرير بيعمله يلا كورة تقرير هيل جدا يعني تقرير صباحي لكل زوار الموقع بيقدموا فيه أهم العنوين والمنشتات اللي صدرت في كل الصحف العالمية في البلاد اللي فيها الدوريات الكبرى انجلترا أسبانيا فرنسا وأكثر من دولة أوروبية يمكن بأنوان صباحك أوروبي هيلند يتحدى ميسي وراموس تدخل لتهديئة برشلونة يمكن جوه التقرير عنوين كتيرة جدا أهمها طبعا هيلند وأن وكيل أعمال الراتب يفوض أكتر من نادو أوروبي وده اللي بيتحدى فيه ميسي أن هيلند الوكيل بتاعه طالب راتب أسبوعي مليون يورو طبعا ما فيش حد بيحصل على الرقم ده في العالم حاليا غير ميسي يعني بنتكلم تقريبا باسم اللهم إن شاء الله 52 مليون يورو في السنة طبعا ده رقم كبير جدا لكن هيلند ده أعتقدر المستقبلية وبشكل كبير جدا بأخريفة ميسي حتى في القيمة اللي بيتقضوها كمان بيكلمه عن راموس كان ليه دور كبير جدا لتهديئة لعابين برشلونة بعد الانفعال على حكم المباراة وعكم المباراة في الممر المؤادر الغرف اللاعبين يمكن راموس على غير العادة عام يعني زيما يقول لأقام بدور حمامة السلام وهدى لعابة برشلونة عشان يحل المشكلة كمان التاري فيه كلام أكثر من رائع كمان مشكلة مانشستر يونيتد والتجديد لبول بوكبا لغاية دلوقتي مفيش حل الموضوع دوت كمان هاريكين مهاجم توتنهام بشكل كبير جدا هيرحل على الفريق طبعا بعد الخسار الأخيرة من مانشستر يونيتد ويتقهقر الفريق لمراكز متأخرة ويتقلص فرصه للصعود لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل عشان نتكلم بقى أكتر عن أخبارنا ونحللها ينضمننا الصاحفي ومسؤولي الناشر موقع يلا كورة سيد أيمان جيل بيرتو يعني برحب بك في البداية نبدأ البداية محمد صراح وليفربول وأعتقد موسم كارسي حتى الآن إلا إذا كان لهم رأي تاني يوم الأربع إن شاء الله في مواجهة ريال مدريد أهلا بك وأهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي رمضان كريم عليكم رمضان كريم نهواند وكريم بالتأكيد لو تتكلم عن صلاح صلاح يعني في الفترة الأخيرة هو متصدر الهداف البريمير ليج يبي نفس هاري كين لكن في المشكلة بتاعة ليفربول إن المركز بتاعه طبعا غير حاليا غير مؤهل لدوري أبطال أوروبا عندهم يعني خطين ماشيين فيه الخط الأول بتاع دوري الأبطال نفسه أنه هو هيحاول في مبارات الإياب مع ريال مدريد أنه هو يعني يخش في الدور اللي جاي أنه يعود الخسارة 3-1 في اللي كانت في مدريد وأنه هو إزاي يتأهل للسيمي فاينل عشان دي تبقى خطوة للنهائي وبالتالي ممكن أنه هو يتأهل لدوري أبطال أوروبا من خلال أنه هو بطل البطولة ويرايح دماغه من صراع البريمير ليج طبعا صراع البريمير ليج الموضوع هيبقى مختلف فيه المبارات المتبقية كلها تبقى شرسة أكتر من نادي بي نفسه أن هم يبقوا موجودين في الدوري أبطال أوروبا السنة الجاية وحتى الدوري الأوروبي بنتكلم فيه تشيلسي فيه وستهام فيه ليستر موجود كمان مع ليفر بول فيه زي أستون فيلا يعني أكتر من نادي بيحاول أنه هو يبقى موجود في المراكز اللي هي الأربعة الأولى مع كمان المركز الخامس عشان الدوري الأوروبي فالصراع صعب جدا في البريمير ليج مع مستويات ليفر بول لكن في تصاعد أولا لكن الأمور بتبقى مشتاعة لشراف الدور الإنجليزي احنا كلنا نتمنى أن صلاح يحافظ على مشواره كهداف للدور الإنجليزي إلى حد ما يقدره في دوري أبطال أوروبا أنه هو يستمر ويسجل أهداف بحيث الموسم يبقى أفضل لصلاحي من وجهة نظرك صلاح يفضل في ليفر بول ويكامل أو لا يعني زي من قول دلوقتي ده وقت الرحيل المزبوط لمحمد صلاح عن ليفر بول يعني من وجهة نظري لا الأفضل صلاح هو يكمل موسم كمان في ليفر بول على الأقل لهو في خططه هو يمشي لكن لازم على الأقل يكمل موسم كمان يشوف الدنيا في السوق في أوروبا نفسها تبقى عاملة إزاي السنة اللي جاية لسه الأندية متأثرة بتدعيات فيروس كورونا والمشاكل المالية صلاح من اللعيبة يعني زي منه كالصفوة في أوروبا الراتب بتاعه راتب من الرواتب الكبيرة عشان الراتب ده يتم توفيره لصلاح موضوع صعب عشان كمان نادي يدفع مبلغ كبير لليفر بول عشان يستغنى عن صلاح الأمور مش هتبقى سهلة أعتقد صلاح وصل بعض الرسائل للفترة اللي فاتت من خلال حواراته خصوصا في الصحف الإسبانية تحديدا لأن طبعا في أسبانيا ريال مادريو برشوران دي الأندية الأبرز اللي ناس تتكلم من صلاح مو كتبها دي خطوته المقبلة فصلاح وصل المسجز بتاعته الحاجات اللي هو متدايق منها منها الواضح أن الفترة الأخيرة المعاملة اختلفت والأمور بقيت أفضل بالنسبة لصلاح شايفين أنه ما بقاش يعني ما فيش الحدة شوية مثلا هو خارج أو بعد ما بيجيب هدف بيحتفل في فترة ما كانش بيحتفل كنوع من أنواع الرسالة الأمور مع كلوب أفضل فأعتقد يعني الأمور بالنسبة لصلاح لو موسم كمان في ليفر بول هيبقى أفضل خصلا صلاح يعني حاليا أنت بنتكلم في واحد من أساطير يعني هو بيعامل معاملات الأساطير في ليفر بول لأنه هو تواجد في حقبة هققه فيها البريمير ليج دوري أبطال أوروبا يعني إنجازات كتيرة ليفر بول في السنوات الأخيرة ما كانش تحققت يعني الدوريات الكبرى يمكن بنتكلم في سبع أسابيع في معظم الدوريات وينتهى البطلات شايف المنافسة على المراكز الأولى والزفر باللقب في أكتر من دوري زي؟ يعني الدور الإنجليزي لو سريعا خلاص بنقول منشستر سيتي خطوات ويحسم اللقب الموسم الحالي لو الصراع الأبرز حاليا هو في الدور الأسباني في الكلاسيكو الأخير ريال مادريد قدر إن هو يحسمه تصلحه قتلتكو مادريد بيتعادل في مباراته الأخيرة واحد واحد بنتكلم فرق نقطة مع ريال مادريد فرق نقطة عن ريال مادريد وبعد كده في نقطتين مع برشلونة لسه في مباراة في الأسباني اللي جاية بين أتلتكو مادريد وبرشلونة قد يستفيد منها ريال مادريد ريال مادريد عنده مباراة قوية هيلعب لسه إشبيلية أعتقد لسه هيلعب كمان أتلتكو بالبقى وغير في مباراة في النص ممكن توقع الفرق الثلاثة فالصراع مسير جدا ممكن يحسم في المباراة الأخيرة والحظوص الثلاث فرق موجودة طبعا أتلتكو مادريد هو نقدر نقول اللي دخل برشلونة وريال مادريد في الجيم لأنه خسر عدد كبير من النقاط في المباراة الأخيرة ريال مادريد مع زيدان بيقدم مستوى سابت عندهم طبعا مباراة مع ليفر بول مصرية في الأسبوع ده يعني هنشوف الصراع في النهاية في أسبانيا هينتيع على إيه؟ في إيطاليا برضو سريعا الدور الإيطالي شبه محسوم لإنتر ميلان يمكن يوفينتوس وميلان بيتصارعوا على المركز الثاني في موجود نابولي ولاتسي وروما يعني بيحاولوا برضو أن هم يجدوا لنفسهم مقاعد اللي هي من الكلام الأوروبية بيتنفسوا في المنطقة دي لكن الدوري السنة دي تقريبا شبه محسوم لإنتر ميلان على بعد برضو خطواتنا هيستعيد اللقب بعد اكتساح وسيطرة ليوفينتوس في السنوات الأخيرة الدوري الألماني برضو فيه فارق معقول لبيرن ميونيخ لكن الأمور يعني ما حسمتش لكن بيرن ميونيخ أعتقد يقدر بشكل كبير أنه يحسم الدوري الألماني يعني شكرا سلامي من المتمنى الكتوفيق وإن شاء الله رمضان كريم عليكم على كل محبيناك إن شاء الله شكرا لكم ورمضان كريم قادم لك كريم نهواند دي لحد هنا بتنتهي جولتنا يمكن دي آخر جولة إخبارية قبل رمضان كنت سعيد جدا أني موجود معاكم في آخر يوم قبل رمضان نفتقدكم جدا وهفتقد طلتكم كل يوم في عشرة صبحة في الأهلي إن شاء الله رمضان يبقى يا أخي سعيد وكريم على كل المصريين والعالم العربي والعالم أجمع كلمة لكم إحنا بنشكرك جزيل الشكر ومنالك طبعا يعني رمضان كريم إن شاء الله عليك وعلى كل أهل بيتك وكل حبيبك إنت والأستاذ أيمن جلبرت ومنشكركم جزيل الشكر